ازمة جديدة عنوانها شح الوقود تتكلم عليها حكومة السودان ووزارة النفط حيث شهدت العاصمة بغداد ومحافظات أخرى طوابير طويلة أمام محطات الوقود من دون أن تكشف وزارة النفط عن طبيعة وأسباب الأزمة واضطر مواطنون للوقوف ساعات طويلة من أجل التزود بالوقود في مشهد يتكرر منذ أيام متسائلين عن سبب الأزمة والصمت الحكومي وبعد أكثر من أسبوعين على تفاقمها شح الوقود دفع أصحاب المولدات الأهلية إلى تقليص ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية عن منازل المواطنين ويشكو أصحاب المولدات الأهلية في المحافظات العراقية من ارتفاع أسعار الجاز المدعومة وانقطع الكهرباء الوطنية لساعات طويلة ما يزيد الضغط على مولداتهم الأزمة تفاقمت بعد أيام من أعلان وكالة رويترز نقلا عن مصدر حكومي قوله أن مصفات كربلاء النفطية تخضع لأعمال صيانة مكثفة وهي خارج الخدمة منذ الخامس والعشرين من أيلول الماضي متوقعا أن تسمر أعمال الصيانة في مصفات كربلاء لمدة شهر تقريبا ناشطون وصفوا حكومة الإطار التنسيقي حكومة أزمات وليس كما تروج لنفسه على أنها حكومة خدمات وانتقدوا تجدد أزمة الوقود في المحافظات مؤكدين أن عودة طوابير الانتظار في محطات البنزين يعكس فشل الحكومة في أداء مهمها في بلد الثراء النفطية الذي عجزت في جميع الحكومات المتعاقبة منذ 2003 وإلى الآن في إيجاد الحلول المنطقية للأزمات عبر الاستفادة من موارد البلاد بدل شرائها مادة البنزين من الدول التي تصدر لها النفط الخام ويعيش العراق منذ عام 2003 في دوامة إضاءة وأهدار الموارد النفطية التي كانت كفيلة بإصلاح المشكلات الاقتصادية في البلاد حيث بلغ الفساد في خطع النفط مستويات خطيرة في ظل سمراري شح الوقود والذي يفاق من معاناة العراقيين أمام محطات التعبية من أجل الحصول على الوقود الأمر الذي ينذر بثورة شعبية قادمة لإنهاء حكم الأحزاب السياسية الفاسدة